بعد خلاف دام شهرا ونصف تعود العلاقة بين منظمة الغذاء العالمي وميليشيا الحوثي بعد توقيع الطرفين على اتفاق توزيع المساعدات الإنسانية لكن كيف تم الاتفاق؟ هل قبلت الميليشيا بمعائل المنظمة الدولية؟ أم خضعت الأخيرة لاشتراطات الحوثي؟ بالنسبة الحوثيين فإن برنامج الغذاء العالمي رضخ لما يريدونه واصف القيادي محمد الحوثي تراجع البرنامج عن تعليق مساعداته بكونه تنفيذا لمطالب الحوثي في أكتوبر 2018 بينما اكتفى المتحدث باسم الأغذية إرفي فروسيل بالإشارة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في طريق تنفيذ الآليات الجديدة التي تتضمن المحاسبة والمسائلة لا توجد تفاصيل فنية للاتفاق لكن رويترز تحدثت عن أن تطبيق هذا الاتفاق من شأنه رفع التعليق الجزئي الذي فرض على المساعدات الغذائية وكانت المنظمة الغذائية قد أوقفت جزءاً من المساعدات الدولية في العشرين من يونيون الماضي إثر خلاف مع الحوثي حول السيطرة على البيانات الحيوية وهو ما دفع البرنامج إلى اشتراط توزيع المساعدات عبر استخدام نظام المسح والبصمة والتعرف على الوجوه بدأت المساعدات الغذائية بالوصول إلى المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2018 لكن البرنامج اكتشف حدوث تلاعب بالمساعدات واتهم مسؤولون أمميون الحوثي بسرقتها والتلاعب بمساراتها وفيما يبدو فإن قصة الغذاء والحوثي لن تصل إلى نهاية حميدة فتاريخ الميليشيا وفق مراقبين لحركتها ظليع بنقض الاتفاقات والالتفاف عليها لكن المتضرر الأكبر هم مئات الآلاف من المحتاجين لمساعدات قد تصلهم إن وصلت عبر وسيط مشكوك بنزاهته اشتركوا في القناة